الصناعي ولكن عندي سؤال محيامي شوية لماذا يترك مستهلك المنتج الوطن ويذهب للأجنبي لازم يكون هناك بعض النقاط يجب الحديث فيها ووضع الحلول أمام الدولة أمام المواطن وكل واحد ليه دور إزاي أدعم منتج بلدي رغم توجه الدولة بتزليل كافة العقبات هو حضرتك المصدر الأجنبي اللي صدر منتج لمصر قبل ما يبعد سلع السوق المصر هو عملية درس شخصية المصرية ودرس ثقافة المصرية ودرس طبيعة أوضاع المادية درس كل ما يتعلق بالسوق المصري بالكامل وفصل لك عمل تيلور للمنتج اللي يتناسب معك عفوا للمنتج ديركت الصيني الموجود في مصر غير الصيني الموجود في السعودية غير الصيني الموجود في أي دولة أوروبية غير الصيني الموجود في البلدار التحدى الأمريكية غير الصيني في لاتن أمريكا هم الناس دي بتشغل صح احنا محتاجين نشتغل صح زيه اشتغلوا صح زيه دكتور هل لديهم قطاع تدريبي يؤهلهم لدخول أسواق المنافسة بالشكل اللي حضرتك ذكرته او تأسيس مدارس او جامعات خاصة بالصناعة يقوم المصنع صاحب المصنع او مالك المصنع او المنشأة بيتأسس صح هل في الصون المصري في بعض المشاكل قدت لهذا المشهد الكبير في عدم منافسة منتج الوطن السؤول المصري افتخد كان العمل الجماعي كل واحد شغال في مصنع في جزيرة منعزلة تماما عن بال اخرين تيمورك الحاجة التانية بنفسه بعض تلاقي منتج مصري كويس جدا ينزل واحد منافس ليه جنبيه مباشرة بسعر اقل الموضوع مش كده خالص اصلا هناك في تيمورك في منظمات المجتمع المدني مثل الاتحادات صنعات واتحاد غرفة واجارية والمساميات المماثلة الموجودة عندنا شغالة بطريقة انشطة عند البكتير وشغالة بطريقة عملية جدا جدا الحاجة التانية الناس كله هو عامل مثلا اتجاهه المنتج الفلاني قابل للتصدير فبيدعمه بكل الطرق بيدعمه اداريا بيدعمه مديا بيدعمه في النقل وكل حاجة هو منذ بالله والمنتج اللي هتصدر ده كنز في العملة الصعبة كنز في فرص العمل كنز في توفير حياة أفضل لناس الموجودين وبالتالي هو بيحافظ عليه احنا في مصر ما وصلناش للمستعادة طيب ماذا نحتاج بشكل سريع ومختصر لو حضرتك تقول تلات نقاط يعمل عليها المصنع المصري أو المنشأة الصناعية لدعمه منتجه للمساهمة في منافسة هذا المنتج الكبير اللي ياخذ السوق المصري المصنع الوحده مش كفاية محتاج المصنع يشتغل بالتنسيق مع الدولة بالتنسيق مع منظمات الأعمال اللي بترعى المجتمع هي تلات محاور اشتغل مع بعض والتلات بالتنسيق مع بعض لو المصنع بتاعه أمل أحسن برودة في مصر كلها وأفضل سعر بدون دعم من المنظمات الأعمال اللي هي بترعاه وبدون دعم من الدولة ولا هيحصل أي حاجة بتليل في منتجات ممتازة جدا ما بيبيحش حاجة في مصر وهو كوالية عالية وكل حاجة سعر كويس وكوالية كويسة ما بيبيعش المنتج المستورة يغطى عليه الدولة بتعمل مبادرة دربتلك مثلا والرئيس بيقول لي الناس خدوا قرد بخمسة فانمية متناقصة ما كانتش حد يحلم به ومصنع ما ديرتش تاخده ناتجة ايه ناتجة كان في مشكلة في الترخص الصناعية في وزارة الصناعة من الناس وكانتش بتسفد من المبادرة تحلت بعد مضايعه سنة كاملة مصدرات مكتابة العمال ما تكلمتش عن المشكلة ما حتش تكلم عنها ما حتش قال يا جامعة في مشكلة في المكان الفلاني فهم ثلاث أطراف لازم يشتغلوا مع بعض ما فيش طرف الواحد وهيقدر يحل مشكلة المنتج المصري ما فيش طرف الواحد هيقدر يواجه الإغراق لأنه برضو الطرف الثاني قوي قوي ليه المصنع شغال مع منظمة مجتمع المدني منظمة العمال الخاصة بيهم شغال مع الدولة فهم هم انت عندك طرف قوي في تماسكه في التيم وورك وطرف تاني شغال بسر وفردية وبالتالي لازم الطرفين يعني التكافؤ أعمل ثلاث أطراف بيكملوا بعض ثلاث أطراف بره يقصد ثلاث أطراف في الداخل لكن أشتغل كطرف واحد فقط ما ينفعش شي ينفع ده بيكمل ده بالضبط بس عفوا قبل سؤال زميلتي أنجيل أين دور الاتحاد الصناعات أين دور الجهات المعنية من هذا الأمر يا دكتور لازم يكون قائد يقود هذه المنظومة ويوجه هل فيه قائد في القطاع الصناعي اتحاد العمال برفة تجارية والاتحاد الصناعات المصرية محتاجين تفعيل بصورة أكبر بكتير جدا جدا من الوقت الحالي أنا عدت فترة كبيرة جدا عد وغرفة صناعات غزية في تحاد صناعات المصرية وأعلم كيف تدور الأمور الناس كواسين جدا محترم إن شاء الله كواس لكن الاتحاد الغرف التجارية والاتحاد الصناعات المصرية الاتنين مع بعض محتاجين يشتغلوا في فعالية أكثر في الوقت الحالي ليس هناك قصور من أحد ولكن يجب أن يكون فيه ضوابط يشتغل عليك بص حضرتك أنا ما دارش نقول شغالي يعني مش هكذا قصور أو عدم قصور أنا النهاردة حضرتك كيان موجود بقاله 40 أو 50 سنة والوقت ما بتحسنش يبقى فيها حاجة لا محتاجين نغير الفكرة بيفقدهم مثلا روح العمل الجماعي فده بيقلل من جودة المنتج المصري هو بس اتحاد نصاعات المصرية بيمثل منه بس الأصحاب المصانع اللي هم أعضاء في الغرف الصناعية كل غرفة صناعية غزائية كيموية وتفر المسميات الموجودة في الصناعة المصرية كلهم بكل مجموعة أصحاب مصانع أعضاء في غرفة معينة زي اتحادت غرفة تجارية كل أصحاب نشاط أعضاء في شعوبة معينة لكن بصفة عامة يضغى عليه بالطبع التقليدي أنا أعضاء غرفة تجارية بدفع للشراكة بتاع السجل التجارية كل سنة بيجمع مني لو فيه قرار الحكومة محتاجة رأي الغرف التجارية رئيس الغرف استحاد الغرف بيقول رأيه نيابة عن التجار لو فيه قرار الحكومة محتاجة رأيه فيه تحاد الرجال الصناعة فرئيس التحاد بيقول رأيه نيابة عن الصناعة لكن مش هو ده دور بصراحة فقط لغير بحتاج تفعيل أكتر من كده بكتير جدا إذن نأمل منهم الكثير بإذن الله خلال المرحلة المقبلة وبالذات لأنه كمان عندك رئيس التحاد صناعة هو رجل الصناعة أصلا